بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعيين والصلاة والسلام وعشف خلق الجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى الله وصحبه جمعين عزائي طلبة سنة ثلثة سنة وعزائي أولياء الأمور وعزائي مسؤولي التربية والتعليم في جمهورة مصر العربية كلها إن شاء الله الكرارات اللي الوزير تكلم فيها النهاردة بصراحة أنا مش فهم فيها حاجة أنا كمدرس بعالي 23 سنة الكرارات اللي ثالثة النهاردة أنا محتار فيها هي هتطبع على مين وهتطبع علينا الدفع من الدفع على دفعة أول سنوي لدخلة ولا تانية سنوي ولا تالتة سنوي ولا على دوفة تقول أعداد اللي تطبع عليها نظام الجديد بتاع ربع ابتدائي والمناهج الجديدة؟ مش عارف سعادة الوزير المفروض كنت تقول المدة الزمنية اللي انت هتطبع فيها القرار بتاعك هل انت عملت خطة خمسية؟ على العل هل انت عملت قرارات ودتها مجلس الشعب عشان تطلع فيها قرار بتغيير او حسف او اضافة مواد في السنوات العامة؟ لازم المجلس الشعبي يكرر قرار قانون بتغيير المواد في السنوات العامة سواء بالحسف سواء بالإيجاب طبعا ده محصلش هل هي القرارات اللي انت قلتها ساعتك النهاردة قرارات حاسمة وجازمة ومؤكدة ولا بد من تطبقها؟ ولا لسه في مجال للعرض وفي مجال للنقاش؟ ده برضو اسئلة عايزة رد بالنسبة ليه المواد اللي تشالت من السنوات العامة زي مادة اللغة الجنبية التانية سواء فرنساوي او غيره والجيولوجيا انا كون مدرس فرنساوي بقالي 23 سنة مدرس فرنساوي سنوية عامة حضرتك شلت مادة الفرنساوي من تدريس السنوات العامة بناء على اساس انها مادة مليهاش لازمة؟ هل هي مادة ما بتخففش عن الطلبة في السنوات العامة المجموعة بتاعهم؟ هل لما انت تشيل مادة زي الفرنساوي والجيولوجيا هل ساعتك كده حليت أزمة الدروس الخصية؟ ممكن اوصف بس اللي انا فهمه في نقطتين ثلاثة او اذا كنت متفق معايا او غيرك متفق معايا او ضدي ممكن تتكلم معايا زي ما انت عدس اما يبقى مجموعة السنوات العامة على سبع مواد كده فرصة ان انا افشل في مادة من متوع السنوات العامة او اجيب فيها مجموع بسيط مادة تانية هتعوطها له بمعنى ان احنا الكيميا والفيزياء والاحياء مواد العلمي اللي هم منسابين في السنوات العامة حاليا على مستوى الجمهورية مش كل الطلبة بتجيب فيه مدرجة نهائية بال بالعكس النزول جدا بيكون في مادة الاحياء بالكتير بعد تغيير نظامها واسئلتها والاسئلة اللي لها جابتين ونظام السنوات العامة اللي احنا شوفناها السنين اللي فاتت وهكذا بعد بتنزل فيه الطلبة بتنزل فيها درجات كتير هي والكيميا والفيزياء والاحياء وساعدتك عايز المواد العلمية دي هي اللي هتندرس في السنوات العامة مادة زي الفرنسا ومادة زي الجيولوجيا كانوا بيعوضوا الفرق بتاع الدرجات اللي نزلة في السنوات العامة للطالب حاليا دلوقتي الطالب تسلم تسليم لمواد علمية فقط نسبة حصوله علمية في المية فيها نسبة بسيطة مش كبيرة مش كل الطالب هتقدر تجيب الستين من الستين في الكيميا والستين من الستين في الفيزياء والستين من الستين في الاحياء حيبى عندنا درجات وحشة جدا في السنوات العامة نتيجة السنوات العامة مش هتبقى احسن من مكان ثانيا انت شلت المادة بتاعت الفرنساوي بناء على ايه ساعتك؟ لو هي مادة ملاهش لازمة ما تعملش كلية التربية في فرنساوي تعملش كلية اداة فرنساوي إلغي كلية الالسو إلغاء كليات الترجمة والاكتصاد إلغاء كليات السياسة والاكتصاد إلغاء كليات اللي كلها معتمدة على اللغات التي ستتواصل بها مع دول تانية اما يكون عند بيعسات او منحات دولة اجنبية حاليا كما تكون فرنسا انت هتطبق الفرنساوي على الإعداد هل هيضاف للمجموع برضو ولا مش هيضاف اما انت منزله اعداده بتشيله في السنوات وتهمشه ليه؟ هل انت كده خفيت على وليه امر الدروس؟ طبعا لا كلمة واحدة احنا ناس عايشين في مصر وعارفين ان الوضع بتاع مصر كويس جدا دلوقتي بقت المادة العلمية سواء كيميا او فيزياء او احياء هي المادة اللي تتحكم في السنوات العامة يبقى الطالب مطالب ان يجيب اعلى درجات في المادة دي ما يزعلش من سيادة الوزير ما يزعلش من اولا الامور احنا كده ما خفناش كمية الدروس عن الطالبة بالعكس احنا هنزوتها الطالب بقى مضطر ان هو يجيب الدرجة النهائية في مادة الكيميا والفيزياء والاحياء ومدرس المادة دهيت مع احترام الكل الناس في ناس الى مراحمة ربي في ناس هتخلي المادة بتاعتها من 200 ل400 درس الطالب مضطر ياخد غزبا عنه ولازم ياخد ولازم ياخد لو المدرس قال له 200 جنيه هيدفع 300 جنيه هيدفع انت كده محلتش عزمة الدروس الخصية محلتش العيب عن ولي الامر مش بقول كده عشان احنا مثلا احنا خلاص طلعنا برا الليلة لا احنا بقولك علي انك هل انت درست القلون اللي انت بتقوله او الكارات اللي انت قلتها دي هتأثر ازاي على ولي الامر او على السوق المصري عموما في الشغل وفي الدراسة هل انت ساعدتك عارف ان كليات العلسن وكليات الاعلام وكليات السياسة واقتصاد وكليات التربية بجميع اشكالها اللي نتخصصها في اللغات الطالب اللي هيقدم فيها دلوقتي هيقدم ليه انا كنت راجل ما اقدم في كلية التربية مثلا عشان اطلع مدرس راضي ان اطلع مدرس اتعلمت وتخصصت عشان اطلع مدرس انت راجل حطتني كنشاط مليش اي 30 لازمة في المدرسة بعد ما كنت انا مادة اساسية الطالب بيهتم بها ويدرس عشان خاطر يتعلم لغة او يطلع يحط شرف حتة فيها لغة او يسافر او يجي او يروح انت خلته مليوش اي 30 لازمة مادة ملهاش اي 30 لازمة او لها اي 30 شيء من الطالب اللي هيذاك المادة متنضفش المجموعة احنا تسوينا بالتربية الوطنية مع احترام للتربية الوطنية ومحترام للتربية الاسلامية والتربية الدينية اللي انت حطتها مادة مهماشة من سنين لحد الطالب مباشر يهتم بيها ويخشها ويبقى النجاح فيها يجباري في المدرس واحنا عارفين واحنا مش تيهنا عن حاج احنا عارفين الطالب بيذكر المواد دي ولا بيذكرهاش انت خليت دلوقتي اللغة التانية اللي انت لك اتفاقات دولية مع دولة فرنسا مع دولة أسبانيا مع دولة ألمانيا وخلافهم من الدول اللي انت تدرس عندك مادة تانية لغة تانية بصينا لشمال أفريقيا هتلاقي لشمال أفريقيا عندهم اللغة الفرنسية لغة أولى الانجليزي لغة تانية مهمش الانجليزي ملغهوش ساعدتك انت درست الكرارات بتاعتك دي منان علي ايه انت عايز تخفي المواد في السنة العامة تمام انا معاك ومع حضرتك كويس جدا مادة اللغة العربية عليها 80 درجة اخلاها 60 انا ابني ايه بيستفاد من دراسة الأدب والنصوص والبلاغة معليش مزعلش مني انا رجل بيتكلم بصراحة والله كل المدرسين العربي على دماغي كل المدرسين على دماغي المادة نفساها على دماغي لانا هي مادتنا ومادة الكرآن وهوئة بتاعتنا عربي انا بتكلم الاستفادة اللي بيستفادها الطالب تالما انت بتدور على سوء العمل وتطوير الطالب الطالب بيستفاد ايه من النصوص احنا في 2025 الطالب بيستفاد ايه من دراسة عمتر وعبلة وكس وليلة والكلام الفاضي ده معلش احترام للناس كلها معه احترام الألفاز ما عليش عشان هي الكرارات ما خلياني في موضع تاني خالص انا ايه ابني هيخد اما يطلع دكتور هستفاد ايه من كصص ليلى عمتر وعبله هستفاد ايه من الكصص دي ولا اي حاج ولا بتأثر فينا كبن قدمين او كمستوى بين الناس او كمستوى دراسي في اي حاجة ما تخليها من ستيه وتدرس له الناحو بما يورد الله كويس وياخد معاه هامش من النصوص و هامش من البلاغة وحط فيه تربية وطنية زي ما انت عايز وحط جزء من التاريخ المصري زي ما انت عايز في الدراسة ماشي ايه بخفينا خفينا عشرين درجة من العرب يبقيت بستيه انا مبحربش العرب اكسم بالله ابدا انا بتكلم فيه الفايدة اللي هستفادت الطالب من المادة اللي انت سبتها في الدراسة انت بتقول سبت الكيميا والفيزياء والاحياء للمواد العلمية انا راجل ابني عايز يخش طب اهني مادة فيهم بتفيدوا في الطب غير الاحياء الناس اللي اخرى طب عارفة كلام كويس جدا وعارفة انها متستفادش اي حاجة من السنوية العامة من دراسة السنوية العامة كلها غير مادة الاحياء في جزء صغير من الطب كمان الكيميا والفيزياء بتأثر فيهم في ايه انت دلوقتي ذاهح الاتجاه تاني خالص طب انا دلوقتي راجل بقيه الدكتور وعايز يسافر بلد تانية زي فرنسا زي اسبانيا زي عالمانيا انا مادرستش وانت همشتلي اللغة ديه في السنوية العامة هروح هناك هتعلم ايه اخش حضانة عشان اتعامل معاهم ولا يكون عندي خلفية في دراسة المواد دي عشان اعرف اتعامل في الاماكن اللي هسافرها ولا هتنى مقوقع ومتحوصل في الدول العربية ودولة مصر احنا مش هننتشر ساعتك كده انت ما بتطورش انت بتهدم جزء من ثقافة مصر اذا كان لغة فرنسية مثلا اخدت جزء من تاريخ مصر فانت حضرتك لك اتفاقيات دولية مع دولة فرنسا ومنح دراسية من دولة فرنسا ومعانيات عسكرية من دولة فرنسا وغير وكل حاجة مثلا بشرط ان لغة بتاعتها تتدرس في المدارس انت هتعمل ايه في كل الاتفاقيات دي في كل المناصات دي ساعتك انت رميتها انت كده بقرارك ده خليت اللغة الاجنبية التانية مدت نجاح ورصوب انا اخر السنة طالب مدرسة الفرنساوي بالمنهج بتاعها الكبير ده اللي هو مادة اساسية هتخف المنهج ساعتك في خطة ان انت تشيل من اجزاء من المنهج عشان خاطر الطالب يخش على المادة ده انها سهلة ينجح فيها اخر السنة الطالب لو دخل على امتحان سنوية عامة مادة نجاح ورصوب فرنساوي هيعرف حل بناء على منهج ثالث سنوي اللي هو منهج 12 درس اللي هو منهج 4 وحدات رد يا فندي مساعتك علي ايا كان مين المسؤول عن الكرارات اللي طلعت هي كرارات مدروسة هي كرارات اصلا انت عارف انت مداها البعيد ايه اما تلغى ارتباطك بدولة زي دولة اسبانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا ساعتك انت لغيت ارتباطك بهم بتدريس عدم تدريس موادهم تهمشها انت كده فيه علاقات انت مضطر ان انت تقطعها بعد كده فيما بعد هل هن الدراسة دي هل هن دراسة اللغات دي ملهاش لازمة؟ انا شايف ان دراسة اللغات افيت كتير جدا لمعظم الناس من دراسة المواد اللي ملهاش لازمة احترام ليك انجليزي طالما انت عايز تخلي انجليزي مادة اساسية خليها مادة لغات وزوتها 10 درجات وخلي انجليزي من 50 من فرنسا ومن 20 يبقى الطالب درس مادتين في مادة واحدة وخف منهج الفرنسا وبدل ما اربع وحدات خليه وحدتين وخف منهج الفرنسا وخف من 300 واحدة خليهم نص خليهم نص الوحدات كده كده الطالب لا يستفدش بحاجة من الدراسة السنوية العامة بياخد الشهادة حطاها الحيط انت كده عملت ايه في مدرسين الفرنسا وحاولتهم من مدرسين الموظفين هاقبض مدرس المرتب انا وافق انا راضي هشتغل طالب ازاي هشتغل طالب ازاي هشتغل له مادة هشتغل له مادة علمية مش هيتم بيه مش هيتم بذكرتي مش هيفكر ياخد فيها مدرس انت فاكر انت خفيت الدروس ساعتك ابدا والله السنة الجاية هتبقى اسوأ سنة في الدروس الخصية على طلاب العلم علوم انا كلامي بقوله عن دراسة فوسة الناس وفوسة الشغل بقالي ازيد من 22 سنة شغال ساعتك انت مخفيتش دروس الخصية انت هتزوتها وليه الامر بعد ما كان يصرف الف دروس الخصية يصرف الفين كمثال لان مدرس المواد العلمية بقى خلاص هو المسيطر هو اللي هيقول سعره ومحدش هيدر كومه ساعتك مش هتقدر تحضر الدروس الخصية مش هتقدر تحضر ساعتك مش هتقدر تحضر الطلبة الى المدارس لازم قانون وزاري ولازم قانون وزاري يكون مصدق عليه من مجلس الشعب اللي يتجاوز نسبة الغياب ينفصل ويكون ليه الرجوع بكذا ويكون فيه تفاصيل الناس تعرفها ثانيا انت ضغط مواد مع بعض تم مادة الجيولوجيا تم تحطها مع الجغرافيا يبقى جغرافيا وجيولوجيا وتخليها بستين درجة اربعين للجغرافيا وعشرين للجيولوجيا او تخليها تلاتين وتلاتين ايه اللي يمنح كده يبقى الطالب خف من عليه المنهج ودرس المادة اللي ممكن تفتح له مجال شغل تاني سواء في المساحة سواء مهندسين المساحة سواء في المعمار سواء في غيره انت كده لغتها بونان على ايه بونان على ايه فندم انت لغيت الحاجات دي طيب تيجي تسأل طالب تاني سنو محدش كلم عليه خلص طالب التانية سنو بيكلموني بيقولوا ميسيو احنا مثلا ايه نظامنا احنا ايه نظامنا قلت له انا ما اعرف من نظامي ايه انا الاول حاب اقول له احنا هنتحسب عن السنوات الجديدة ولا لدينا طالب تسألتك السنوات وساعتك في الفيديو قلت انه هيكون امتحان زي امتحان اربعة واشتين يعني نفس النظام امتحان اربعة واشتين نفس مواده وفنده اللي درس فرنسا وفقوله وتانية تشالت عليه من ثالثة ليه وخليتها ماده مهماشه وما تنضفش المجموع ليه ثانيا حضرتك يا فنم انت هتخلينا نشاط ويعتبر نشاط ماده تنضفش المجموع يعني بدل الطالب ما كان بياخد فترة تحسس في الاسبوع هياخد حسه ماده نشاط ولاش لازم يبقى كده يا مدرسين السنوية العامة هيخفوا التالت انت عندك مثلا مئة الف مدرس خليهم خمسين الف مدرس سنوية عامة لغة تانية خفيتهم ساعدتك خليتهم مثلا تلاف مدرس الباقي من المدرسين هيروح فين؟ هينزل إعداد تب الإعداد ساعدتك انت مش محدد إذا كان نوادة اللغة الفرنسية هتنضف للمجموع ولا مش هتنضف تب لو نزل الإعداد فيه نشاط افرد لا الإعداد مكتمل هيروح فين المدرس ده؟ هيشتغل إداري رجل واخد تخصص وتعف فيه وصرف عليه وتعلم ودرس وعلم وطلع أجيال وطلع مدرسين ودكاترة وهكذا يجي اشتغل مثلا إداري في المدرسة؟ عمين ما أعمل ساعدتك؟ قل للمسامة الوظيفة بتاع مدرسين الفرنساء وبعد كده هيكون ايه؟ انا لو حبيت قلب الفيديو هزار سأقلبه هزار انا بتكلم كلام منطقي بحيث ان احنا لم نطلع لفظ وحش ولا نقول شيء وحش انت دلوقتي حددت النظام بدون دراسة وطلعت كرارات عشوائية بدون دراسة اذا كنت انت حضرتك درست من جانب الناحية تخفف المواد انت اكسم بالله كده ما خففت المواد انت كده دغطت على وليه الأمر بعد ما كان بيدي ليه ابنه درس كيميا واحد هيدي له اثنين بعد ما كان بيدي له اثنين خاف تمد عليها 20% من المجموعة بعد ما كان عليها 10% بعشرين هيدي له ثلاثة بغد النظر ان كان هو زي ما هو مدرس الكيميا والفيزياء تبقى عملة ندر لانه عليه 20% من مجموعة السنوات العامة هيتطر يرفع راتب بتاعه حضرتك هتحارب ايه انت حاربت لغة حاربت لغة بناء على ايه انت بناء على ايه شلت لغة الفرنساء من السنوات العامة احنا كشغل مش فرق معانا والله احنا كشغل مش فرق معانا مش التدريس هو اللي كان حيوكلنا او هو اللي كان حيوكلنا كلنا عندنا أسر وكلنا عرف نصرف على أسرنا وكلنا عرف نشتغل في اي مكان وفي اي مجال انا بتكلم ساعدتك عملت الدراسة دي بونان على ايه وهل هي مدارس النيل طالما النموذج بتاعها نموذج فعال الخاصة طبعا ونموذج فعال ونموذج المناهج بتاعته مناهج عالمية ما تطبقها عندنا مهما دارس بتدريس كذا لغة اشمعنا في اللغات بالذات اشمعنا شلت الفرنساء من المجموعة ده هو المادة الوحيدة اللي كانت بتلطف المجموعة بتاع السنوية العامة بالإضافة إلى انها مالهاش لازمة لا لا لازم عندك كليات الألسن والألام والسياسة والاقتصاد والتربية بجميع مشتكاتها والأداب اللي هو فرنسا وخلافه فيه سوق عمل كبير لهم برا انت بتبص لسوق العمل اهني انت عايز دا قطرة بس هل الجمهورية كلها تبقى دا قطرة بس انت بتجوز الأدبي هيخد ايه هيخش تاريخ فلسفة جغرافيا بس انت كده قللت ليه محدش هاخش فرنساوي محدش هاخش ألمان محدش هاخش إيطال محدش داخل اللغة التانية نهاء مش هشتغل بيها مش هشتغل بيها نهاء لو فيه رد وفيه توضيح يكون التوضيح قرار رسمي من مجلس الشعب يكون التوضيح بقرار رسمي من مجلس الشعب بتغيير النظام السنوية العام وتغيير النظام السنوية العام يا فندي ما بيجيش بين يوم وليلة وبين قرار وبين مؤتمر تعمل له دراسة للناس اللي عايزة تطور التعليم بما يرد الدراسة دي بتاخد من ثلاث لخمس سنين حيطبقها على ربع ابتدائي بدأ من ربع ابتدائي بدأ من ربع ابتدائي ياخد اول اعدادي وثاني اعدادي وثالث اعدادي في النظام الجديد يبقى كده خد ثلاث سنين على قل يطلع السنة ويقوله السنة وانت عندك ثلاث مواد عندك اربعة مواد عندك مادتين عندك مادة يبقى خلاص الواد تبرمج من الاعداد انه يطلع على عازل الاساس مش هتنجاي دار المدرسين اللغة التانية كلهم دار المدرسين الجيولوجيا كلهم رميهم برا رميتهم برا المنظومة التعليمية بنظامك وقرارك هل هو القرار مدروس؟ الله أعلم انا مش عارف اوليه بصراحة انت كده ممكن تلغي عدد كبير من الكليات زي الألسن والإعلام والسياسة واقتصاد والتربية واللغات والترجمة والأداب ملهمش لازم خلنا نتكلم علميين يبقى المطلوب مننا ان يكون عندنا دكاترة سيضلى فقط لا غير اما مهندسين الجيولوجيا وخلافه لا اي حاجة بتاعت الاستخراجات اي حاجة بتاعت الترجمات التعامل مع دول تانية لا احنا مش عايزين مترجمين احنا مش عايزين ناس سفر برا احنا مش عايزين حد احنا مش عايزين نعلم لغة ابننا غير لغة واحدة وهي لغة طبيعي مش كل ناس شطرة فيها ومش كل الناس اللي درس انجليزي في مصر بتعرف انجليزي مع احترامي مع الدراس يبقى كده ما عندناش لغات يبقى كده ساعدتك حنا فضينا محتوى هام جدا في عقول زعياء أولادنا ان احنا شنننهم اللغة التانية بقى عنده لغة واحدة ومش كله هيدرسة ومحدش عارف امتحان سنة ثالث سنة وحيكون كم مادة احنا بقولك اهو ومحدش عارف الفرنسا وحيتطبق ولا مش حيتطبق الاعداد اي انا بقولك حضرتك برده اهو اذا كان فيه رد وفيه توضيح اللي متفع معي في كلامي مش عارف اقوله ايه واللي مختلف معي في كلامي حيقول ان انت بتدور على دروسك بتدور على حاجة انا بتكلم على مادة تشالد بناء على ايه بس عما يقول المادة دي ملهاش لازمة يبقى كمان الكليات اللي بتدخل المادة دي تتلغي فيها القسم ده ويخليها على جنب عشان ما يتعبش الناس يصرفوا ويتعلموا ويتصرفوا يغدوا في الشارق احنا نظمنا في مصر داخل الكلية عشان نشتغل داخل الكلية عشان نسافر داخل الكلية عشان نفتح مشروط لو اشتغلنا كلنا برمجيات وإلكترونيات التسعين مليون مصر حيبيعوا المين وحيشتغلوا مع مين لو بقى كلنا دكاتة رهيشتغلوا مع مين ربنا حط فينا اختلافات اختلاف لغة عشان ندرس وسفلوهم وتعامل معاهم وتجر معاهم واجيب واعمل مش معلش مباش كل الاتفاعيات العسكرية والحربية مع الدولة فرنسا ودول الأوروبة عموما وانا همشت اللغة بتاعتهم وحزفتها الكلام ده على مسؤوليتي انا بقول وجهة نظري مليش وجهة نظر مع حد ولا حد موجهني ولا حد ايه اللي اقول الكلام ده انا بقول وجهة نظري انا ان الكرارات دي متسرعة الكرارات دي لابد من درستها دراستها كاملة ووافية ده المقربات الاتفادة دي لابد من دراستها في سوء العمل الكرارات دي اللي اعتقدت لابد من دراستها في السنة اللي جاية الاهالي واولياء الامور هيتعاملون من دراستها مع الكرارات دي ان كلامي متحققش كل السنة الجاية في حكاية الدروس هتطلع الاعمل فيديو واعتزار كامل اما بالنسبة لمادتنا كده انشاء الله انتهت انتهت لل graduate دراسة لغة فرنسية او لغة اجنبية تانية في مصر مالهاش لازمة التحط في المناهج هنكمل مدتنا لحد ما نطلع معهاش في اي تخصص تاني او اي حتة نقعد على جنب في اي مدرسة كده هو تنزع الزرق تشوفونا شوية ورد نقف تابور المدرسة مكان المدرس العلعاب لما يجي يعني نخش مكان المدرس الحاسب الاقل لما هو يخش يشرب ويطلع مالهاش لازمة ساعتك طلح قرار بفصل جميع المدرسين بتقول لغة تانية من مدرسه عادتهم الدوم معاش انا هخش هدرس لطالب مش مهتم بيا ازاي ازاي مش مستوعب انه هو الطالب ما بيهتم مش غير بالمدرس اللي المادة بتاعته بتنضاف للمجموعة قول لي حطيلي وضع كده في المدرسة ايا مدرسة ايا كانت انا بتكلم كلام العلب شهير للفيديو ده يوصل الى وزير التعليم يقول له موقفنا ايه شهير للفيديو ده يوصل لوزارة تربية والتعليم شهير للفيديو ده وخليه يوصل للمركز الثقافي الفرنسي شهير للفيديو ده يقول للدكاتر قطوع الجامعات انتوا كنتوا بتدرسينا فرنسا وليه اساسا واحنا نخش مادة زي ادي ليه اساسا أو اي مادة ملغوه اجنبية تانية ليه اساسا ما كنا اشتغلنا دخلنا تاريخ ولا جغرافيا ولا اي مادة سهلة كنا طلعنا تفوقنا فيها واشتغلنا بس احنا كده موقفنا في المدارس ايه ساعتك حط خطة زمنية ما تقلش عن خمس لسبح سنين عشان تقدر تطور التعليم وما تنساش ان اللغة واحدة بس لا تكفي في دولة فيها منفتحة على جميع الدول لازم لغتين وساعتك ان دولة دي مش مهتمة باللغة التانية ما تعينش مدرسين اللغة التانية ما تشغلش مدرسين وده اللي هيكون ما تشغلش مدرسين اللغة التانية احذف اللغة التانية اللي موجودة في جميع الكليات على مستوى الجمهورية وشيط كلية الألسون دي ما لاش لازمها خلاص ما لاش لازم هتطلع لك مدرس او طالب يخش ياخد ألسون ايطالي وقلماني وفرنساوي وزي هو ما لاش نسا سيبك انها هتبقى مادة مهمشة المدرسين بتوح يروحوا فين ساعتك اتفضل طلح قرارك والقرار ده هيتنفذ او مش هيتنفذ وعايزين قرار رسمي يوصل للإدارات والمدريات يكون رسمي طالع من مجلس الشعب غير كده يا فندم الدراسة اللي حضرتك عملتها او القانون اللي انت عملته او التعديل اللي انت عملته حيكون فيه مشكلة كبيرة جدا السنة الجاية للطلبة وقليها الأمور بالنسبة للناس المأجنة من السنة اللي فاتت لو انت طبقت ساعتك النظام الجديد هنمتحنهم فرنساوي ازاي لو هو عنده فرنساوي من السنة اللي فاتت عن نظام القديم ولا الجديد وهل منهج الفرنساوي متحط لغة ما بتنضفش للمجموعة حيبت نشر درس برضو وهل يا فندم لو الطالب سات في المادة اللي هي نجاحه السقوط اللي هي الفرنساوي حينجح ازاي حينجح ازاي لو جاب مادة فرنساوي في اخر السنة ما بتنضفش للمجموعة حلحة در ريسكو الفرنساوي اللي احنا كنا ناخدوه في سبعة تامن شهور دراسة في شهر وبرضو لو دخلوا دور تاني وصاقت فيه هل ينفع ان الطالب يشيل فرنساوي ويعيد السنة على مادة اللي بتنضفش للمجموعة كل احتمالات وردة ما تجيش تتبح قسمة او شعبة او مادة هي قافية لطالب من كذا مادة عنده ما احترم منيك مش كل الناس عايز تبطة كترة فيه ناس عايز تشتغل في السياحة فيه ناس عايز تشتغل في الترجمة فيه ناس عايز تسافر انت حاجبتها على مادة واحدة ليه اللي هي الانجليزي وإيه لازمت ان انت تنزل الفرنساوي في اعداد انت لما انت حتهمشه فيه السنوة انا خلصت كلامي وبعتذر لكلك طلابي على اليوتيوب والله ما فيه نفس ان انا نصور حتى المنع البتاحهم لان انا مش عارف هو حيكمل ولا مش هيكمل لو كمل ان شاء الله ارجع صور تاني وديكم كل حاجة ما كملش يبقى دي سياسة الدولة وإحنا تحت عمر الدولة في اي حاجة هي عايزها عايزين يماشي التعليم بالنظام اللي هم عايزين وماشي احنا بنلفت نظرهم بس ان فيه ناس مش كلهم حبوا دكاترة وفيه ناس عايز تشتغل في مجال تانية مش هينفع يخش يتخصص ترجمة وهو مدرس أساسيات لغة ولخات فيها سنة واثنين وثلاثة واربعة اشوفكم بخير يا رب كلامي يكون خفيف ما طلحتش فيه اي لفظ خارج ما قلتش فيه اي معلومة غير صحيحة اشوفكم جميعا بخير وربنا يا رب يوصل لكل طلابنا وكل أولياء الأمور وكل المدرسين ويعينهم يا رب ويكونوا رؤفون رحيمين بالطلبة اللي خلاص لو خمس مواد لو على كلام الوزارة ما يستغلش المدرس الفرصة ويرفع السعر بتاعه الضعف أنا بتكلم كلامه وحنشوفه على أرض الواقع السنين اللي جاية أو السنة اللي جاية بالذات المدرس المادة اللي تنضاف للمجموعة حيضاعف سعره وحضرتك حتحارب بالدروس الخصوصية اللي حتزيد الضعف ان شاء الله يا رب قولي يا رب ربنا أويك ربنا أويكم الناس اللي عملت القرار أو الناس اللي عملت القرانون وحنا منتظرين ان القرار ينزل لنا رسمي علشان نحدد نشوفه حنا نستنى في التربية والتعليم ولا كل مدرس مادته خلصت يشوف له مجال يأكل منه واش هو أولاده بقى أيا كان المجال مش فرقه هو رزب تربنا صبيعي بس اللي بيخطط لحاجة يعرف مداها ويعرف تداعياتها علما أعتقد ان القرارات دي مش مخطط لها علما أعتقد ان القرارات دي وزيرة عين شهر القرارات طلعت النهاردة ما فيش حاجة بتتغير في شهر الإنسان لما يعزي غير حاجة بيوعد عليها فترة زمنية يدرسها بيشوف السوق والدراسة الإنسان لما يعزي غير حاجة ما بيعملهاش مرة واحدة لأنها أكيد حتبوض منه أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ننصر الحال لكل الأولياء والأمور وكل الطلبة إذا كانت مادة خفت من عليهم فما يزعلوشي وإحنا مزعلانين إحنا عايزين يا رب يكون كل العبء مخفف من على أولياء الأمور والطلبة وده اللي احنا كنا منحاول نعمله على اليوتيوب بس ما أعطقتش وكلام اللي قلت في الفيديو يا رب ما يتحقق منه حاجة يا رب وكل الناس ما تاخدش كلام على أنه مسلم به لسه فيه ناس عندها ضمير ولسه فيه ناس عندها رحمة كل المدرسين كل التأدير والاحترام لكل المدرسين على مستوى الجمهورية مدرسين مصر عملة ندرة وستحملوا لما كان يأخدوا أجر رمزي وستحملوا لما بدأت الدروس تبدأ معهم ويشتغلوا وكل حاجة بتعبها ما فيش حد ما بتعبش كل رزق بتعبه كل واحد بتعب ربنا بتديله أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يسطرها مع كل أولياء الأمر وكل الطلاب لا تنسوش الدعاء لأهلنا في غزة وسوريا والسودان اللهم أنصرهم وقويهم وسبتهم اللهم كن معهم اللهم تجاوز عن سيئاتهم اللهم سدد رمياهم اللهم رد إليهم أرضهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته